اشتركوا في القناة بكلمة واحدة أنت سبحت الله لا أقول بملايين ولا بالألوف منها ومضاعفات عدد لا يعلمه إلا الله بكلمة واحدة سبحان الله عدد خلقه ولا يحصي عدد خلقه إلا هو سبحانه ورضى نفسه ولا يعلم رضى نفسه إلا هو سبحانه وزينة عرشه ولا يعلم عظمة العرش إلا هو سبحانه ومداد كلماته ولا يعلم عظمتها إلا هو سبحانه قل مثل ذلك بالحمد الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته قل مثل ذلك تكبيرا لله قل مثل ذلك استغفارا لله قل مثل ذلك تهليلا تكبيرا تحميدا انظر إلى الأبواب كيف فتحت لك من كل جانب في ذكر الله عز وجل إغراءات تحثنا معشر العباد على الإقبال على الإكثار من ذكر الله فإنها متعة الأقلوب وأنس الأرواح هي ثبات العبد على طريقه إلى الله عز وجل هي الثقل في الميزان هي زيادة الحسنات وتكفير السيئات نأتي يوم القيامة ممقصرين في صلاتنا في صيامنا في برنا بوالدينا في قيامنا بالحقوق والواجبات نأتي يوم القيامة مقصرين وعندنا تفريط وتساهل في بعض المحرمات أو المكروهات أو التوسع في المباحات يا رجل لسنا معصومين لكن لن يسد هذا الخلل ولن يمكن أن نرتقى هذا الاتساع في التقصير الذي يحصل بمثل ما يمكن أن نفعل بهذه العبادة العظيمة عند الله وهي الإكثار من ذكر الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر